السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشتراف المرسلين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. بعد ما تكلمنا خلاص عن وقولنا ان في عندك حاجة مهمة اسمها مستودع صور. وقولنا في مستودع الصور قلنا في حاجة اسمها الايكونز او الايكونات اللي ممكن تستخدمها في اه مستند الخاص بي. في عندك هنا كمان الايكونزي متقسمها لحاجات كتيرة جدا زي مثلا كده وزي كده وزي مثلا الحاجات الطبية وزي الاشخاص وزي مثلا الحاجات الخاصة بالتكنولوجي وهكذا. وفي هنا كده طبعا ساهمة ممكن كل ما تمشي تلاقي حاجات كتيرة زي مثلا الوجوه وهكذا. لو اخترت اي شكل من دول مثلا عايز صيفه في المستند بتاعك زي مثلا القلوب دي كده. فبينزلك على طول كايكونة بالشكل ده. وممكن انت تكبرها وتستخدمها بالشكل اللي انت حبه. طيب علشان اي الايكونات دي ممكن تبقى مهمة بالنسبة لناس كتير خاصة اللي بتعاملوا مع الكلام ده. ففي قائمة انسيرت بنلاقي بجوارها حاجة خاصة اسمها الايكونز او انسيرت ان ايكون. برضو بيجي لك نفس النافذة تماما. وممكن ان انت تستخدم منها ايكونات مختلفة ومتنوعة. وبرضو الامجز موجودة وكل حاجة. يبقى دي كأنك بالزبط دخلت على الستوك ايمجز. تمام جدا. طيب ايه كمان ممكن نستخدمه بقى ونعمله ادراج داخل مستند. فهنتكلم عن او الاشكال. لا غنى ليك ولا اي حد عن هزي الاشكال في اي شغل بالنسبة لك. يعني غالبا كل الاشكال دي ممكن نحتاجها في شغلنا. خاصة كمان ان الشكل الواحد ممكن نطلع منه اشكال كثيرة. بمعنى انت لو اخترت مثلا عايز تحط مثلا اي شكل زي دول. زي مسلا في الستارز انت بانرز ده كده مسلا وجيت رسمت شكل بالشكل ده. الشكل ده هو قدام عنيك كم شكل? هو شكل واحد. طيب اي شكل بتبص تلاقي ان فيه من هنا كده دايما علامة الدوران. يعني انت ممكن تدوره في اي اتجاه انت عايزه تخلي اللي فوق تحته اللي تحت فوق او تعمل تراجع وتخليه زي ما انت عايز. يبقى ده خاص بالدوران. كمان بتلاقي دايما مربعات صفراء حسب تأسيرات الشكل. بص كده المربع ده كده او الاسف مش مربع. دائرة صفراء ودائرة بيضاء. الدائرة البيضاء بتتحكم لك في حكم في حجم الشكل ومكان تواجد الشكل داخل او المستند. منما دائرة الصفراء بص كده بتزود لك في تأسير الشكل. بص الشكل بقى متموت جامد ازاي? طيب تعلم الدائرة الصفراء دي مرة تانية? بقى مستطيل. طيب يلا نجيبه على اخر وكده. طيب يلا نلعب في الدائرة التانية الصفراء او اللي برتقالية هي مش صفراء. هي بصرقة مش عارفنا بقول عليها ده ليه مربع وليه اصفر? هي دائرة برتقالية خاصة بالتأسير. في يلا كده نلعب بدي كده نشوف بص كده عملته ازاي? طيب انا عايزه يبقى كده بص يبقى شكل تاني مختلف تماما. يعني انت ممكن ان انت تلعب فيه الشكل الواحد وتطلع منه العديد من الاشكال. يبقى زي ما انت شايف ان اه الحاجات دي بتخليك انك تقدر تطلع من الشكل الواحد العديد من الاشكال المختلفة وتقدر تلك يمين وتقول له مظبوط اتكس انا عايز اكتب جواه كلمة. وممكن الكلمة دي كمان ان انت برضو تزللها وتقدر ان انت تكبرها زي ما انت عايز وتقدر تعمل فيها اللي انت عايزه. يبقى بكده عرفت ازاي ان انت ممكن ترسم اشكال متنوعة وان ممكن من الشكل الواحد تطلع مزيد من الاشكال. وبعد كده نختار اي شكل تاني احنا عايزينه. في شغلك اكيد ما بتستغناش عن الاسهم. لو انت مسلا عايز سقول ان الحاجة دي مسلا السهم ده كده وانا سامته بالشكل ده كده برضو ممكن ان انت تتكبره وممكن ان انت تصغره وطالع ما عندك الدايرتين البرتقاليتين ممكن تزود في تأثير الشكل وتخلي شكله يبقى مختلف زي ما انت عايز. شايف كده السهم الواحد ممكن اطلع منه اشكال ضخمة جدا واشكال متنوعة. وممكن كمان ايه بص اخلي وشه يبقى الفوق. الفو للجنب التاني. يبقى كده ازل ان الشيء بالواحد ممكن اطلع منه عديدا وعديدا من الاشكال المتنوعة. مهم جدا ان حكاية ادراج الاشكال. لان كمان بتفيدك في الشغل بتاعك كتير جدا. خاصة لو انت بقى كنت مثلا بتحتاج ترسم مثلا سهب. بتحتاج ترسم شكل من الاشكال الاخيرة دي. بتحتاج مثلا انك تعمل الشكل مثلا اه زي الشكل ده. بص كده مش بتحتاجه احيانا في شغلك. وممكن انت من الكورة البرتقالية تخلي يبقى شكله كده. وممكن ان انت تزود مسلا في دي وتخلي يبقى بالشكل ده. يبقى ازل الشكل الواحد بس بص كده انت طلعت منه ايه? اشكال متنوعة وعديدة. اشكال متنوعة وعديدة. يبقى ازل انت ممكن تخلي بالك ان ممكن من الشكل الواحد تطلع اشكال كتيرة جدا. لو انت معجب بالشكل ده كده. وممكن تكتب فيها مثلا ايه الكلمة اللي انت عايزها. يبقى كده عارفنا ان انا ممكن ارسم اي شكل. وممكن كمان ان انا اكتب جواه وممكن ان انا كمان اختار الشكل اللي ناسبني. وعلى فكرة ده الاشكال دي لسه لها تأثيرات كثيرة جدا. بص كده من ابسطها ان انت ممكن تختار اصلا تصميم جهاز زي كده. بص كده من ابسطها ان انت ممكن تختار ان انت تخليه مجسن بالشكل ده كده. يعني انت ممكن اصلا الشكل الواحد يطلع منه العديد من الاشكال والتكسيدات والاشكال الرائعة تماما. فاكر زي ما لما اتكلمنا عن الفورمات بنتر او ناسخ التنصيق اه ممكن تستخدمه. شايف السهم تغير تماما عن الشكل اللي كان موجود عليه. شايف دي ممكن برضو نخليها مجسدة ونقول له دي زيها. شايف الشكل بعمل ازاي? يبقى ازا انك تعمل ادراج للاشكال والايكونات داخل المستند بتاعك دي من المهارات المهمة جدا. دي كلها كده اسمه شيب وليه اشكال وانواع كتيرة اختار للمستند بتاعك ما يناسبك وما تراه امنه يمكنك ان انت ايه تستخدمه. تعال كده نعمل بس كده تراجع جات مع اي حاجة غلط. وتعال كده نرسم اخر شكل من شيب سو نجرب فيه. تعال كده نخليه كده. نكبره. ننزل لتحت. وكمان دول ممكن ان انت تكبرها كده وتصغرها حسب ما يطرقه ليك. وممكن دي تخليها كده. ونقول له بقى ايه? ايه? ونقول له عنوان الدرس. وتروح جاية على عنوان الدرس دي من غير ما تعمل اي حاجة. روح لشيف فورمات. ممكن تختار اي شكل جاهز لتنصيق يعجبك من الحاجات دي فورا ينزلك بالشكل اللي ايه? اللي عجبك. وطبعا دي برضو ممكن ان انت بكل بساطة تختار لها تأثير من التأثيرات الجاهزة على طول عندك. وتكبرها كده زي ما انت عايز. وبكده بتقدر ان انت على طول تعمل شغل راقي جدا جدا. وتقدر كمان ان انت تخليها مجسمة. زي ما انا كنت قلت لك من شوية. ان انت تقول له ان انا عايزة تكون مجسمة مثلا بالشكل اللي هو سري دي ده مثلا. تختار لها اي شكل من دول. معلش هنجرب كده مع بعض. ونختار لها شكل زي كده. يعني ده كان بس كده فكرة ازاي ان احنا نعمل وازاي نكتب بداخلها. وازاي نكتب ايكون. طيب الموضوع التاني عمدنا في درس اليوم او في حلقة اليوم بازن الله اللي هي السمارت ارت. السمارت ارت. وازا كانت الشيبس دي اشكال جاهزة فالسمارت ارت يعبارة عن مجموعة شيبس. مرسومة مع بعض ويسموها تحت مستوى سمارت ارت. تعال كده ان احنا كده نمسح كل ده. نسلكت كده عليه. وديليت. ونعمل بقى ايه? عايزين نرسم سمارت ارت. بعد ما جينا لسمارت ارت. هو مقسم هم لك هنا لمجموعات. واقول يبقى كل الاشكال المتوفرة بالبرنامج. اشكال اللي هحصل لها. احيانا انت بتبقى محتاج الشكل ده كده مثلا. قل اوكي. الشكل هو مثلا مجموعة من الدوائر. وتقدر تتحكم في حجمه. وتقدر تختاره يبقى ثلاثة باتية. تقدر تختار ليه تأثيرات جاهزة كثيرة جدا. وبدل الدوائر تخليها مربعات. وبدل ما كده تخليها كده. يعني ليها عدد ضخم جدا من التنسيقات الجاهزة. اللي تقدر تعتمد عليها. واللي تقدر تستخدمها داخل شغلك. يعني السمارت ارت صراحة من الحاجات الجميلة جدا. ويمكن من اكتر الحاجات اللي الناس بتستخدمها لما تكون مثلا بتعمل اروض توضيحية. او بتكلم الناس على خطوات التسجيل بالموقع. فببسط له اروح جايب لك شكل زي ده كده. يقول لي دي الخطوة الاولى والتانية والتالتة. وطبعا على فكرة انت ممكن تغير السهم ده كده. وممكن تجيبه في الشكل التاني. ممكن تخلي ده يدي وشه الجانب الاخر كده. يعني انت ممكن تعمل اي حاجة. فالسمارت ارت هو عبارة اصلا عن مجموعة من الشيبس الموجودة مع بعض. ولو كانت دي مسلا الخطوة رقم واحد بتكتب منها التفاصيل بتاعتها. ودي الخطوة رقم اتنين بتكتبها. ودي الخطوة رقم تلاتة بتكتبها. فالسمارت ارت كمان لها لما اختارها كده. لها فورمات ولها سمارت ارت ديزاين. فممكن تختار لها تشكيلات متنوعة رهيبة لها حصرة لها. ولها تصميمات كثيرة جدا جدا. ومتنوعة وهتلاقي فيها طبعا تعديلات للصبح. يبقى ازا السمارت ارت دي من خلال السمارت ارت والفورمات. تقدر ان انت تعمل ليهم تشكيلات وتطلع من الشكل الواحد المزيد والمزيد من الاشكال. خلي بالك ان الحاجات دي بتخلي المستانبتاك يبقى في منطقة القوة والوضوح والجمال. يبقى كده اتكلمنا عن السمارت ارت. اتكلمنا عن الايكونز. اتكلمنا كمان عن السمارت ارت. بس لسه ما اتكلمناش عن تنسيخكم. ان شاء الله المرة جانت كلمة الحاجة مهمة جدا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.